أكد صاحب اسم الشيخ محمد براشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم الدبير عاه الله أهمية الدور للقطاع الخاص في دعم أهداف التنمية الشاملة وضمن إطار الشراكة الذي لطال ما جمع بين القطاعين الحكومي والخاص وما أثمرته من إنجازات كان لها كبير الأثر في دفع مسيرة التطور ضمن مختلف القطاعات الحيوية وقال سموه لدينا أهداف طموحة لقطاع السياحة خلال السنوات العشر المقبلة وشراكاتنا النموذجية مع القطاع الخاص تزيد من ثقتنا في سرعة تحقيق تلك الأهداف والمنافسة على المراكز الأولى بين أفضل الوجهات السياحية في العالم مستمرون في دعم نمو القطاع السياحية جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم ناب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم الدبير عاه الله لمتجع أتلانتس ثرويل المقام على مساحة أربعمائة وستة آلاف متر مربع على نخل الجميرا في دبي ويتميز بتصميمه الفريد المكون من ثلاثة وأربعين طابقا ويعد أحدث إضافة إلى البنية التحتية السياحية في المدينة وسلسلة الفنادق الفاخرة التي تتميز بها وتمثل ركيزة أساسية لمنظومتها السياحية الفريدة التي جعلتها من أفضل الوجهات التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم مع توفير كافة الخيارات الفندقية ومستويات الإقامة التي يتطلعون إليها رافق سمو خلال الزيارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وأسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي للإعلامة وأسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي ومعالم حمد إبراهيم الشيبان مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إلى شرح حول تصميم المنتجع العالمي الذي صممه وأشرف على تنفيذه مجموعة من كبار المصممين والمهندسين المعماريين العالميين إذ يتميز مبناء الضخم بأبعاده الاستثنائية بطول 500 متر وارتفاع 178 مترا بالإضافة إلى تفرده بحديقته المعلقة والتي تشكل أحد أهم معالمه كما تفقد سموه مرافق المنتجع واجنحته المصممة وفق أعلى مواصفات الجودة الفندقية العالمية على تنوع إطلالاته حيث يقع المنتج على الهلال الخارجي لجزيرة النخلة ويوفر إطلالتين مختلفتين على الواجهة البحرية نحو الخليج العربي وباتجاه البحيرة المحمية لجزيرة النخلة